شكرا لك مصطفى مشاهدين الثمنة صباحا بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جرينيتش مجسو الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم وجه رئيس عبدالفتاح السيسي بإتاحة وحدات سكنية بنسبة تخفيض ملائمة للموظفين المنتقلين للعمل بالعاصمة الإدارية الجديدة وذلك في إطار الحزم التحفيزية المقدمة من الدولة للعاملين بالقطاع الحكومي كما وجه الرئيس السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان بالاهتمام بكافة تفاصيل مشروع التجلي الأعظم بسيناء في محيط جبلي موسى وسانت كاترين وخلال اجتماع تبع رئيس السيسي كذلك المشروعات الجارية لتطوير منطقة القاهرة التاريخية والتي تهدف لاستعادة الوجه الحضرية اللائق للقاهرة بما فيها عملية التطوير الجارية في منطقة سوري مجرى العيون ومنطقة مثلت باسبيرو إلى جانب المراحل التنفيذية الجديدة لمشروع ممشى أهل مصر أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي وجود تنصيق ومتابعة مستمرة من الحكومة والقطاع المصرفي لملف توفير السلع وإتاحتها للمواطنين جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده رئيس الوزراء مع محافظ البنك المركزي ووزيري المالية والتجارة والصناعة وعدد من المسؤولين هذا وأوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء أنه خلال الفترة من الأول من ديسمبر وحتى الثالث والعشرين من الشهر ذاته تم الإفراج عن بضائع بقيمة نحو خمسة مليارات دولار من الموانئ من إجمال بضائع قيمتها نحو أربعة عشر مليار دولار موجودة بالموانئ منذ بدء أزمة تراكم البضائع تنظم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين اليوم صالون النقاشي بعنوان العمالة غير المنتظمة وذلك في إطار الفعاليات التي تنظبها التنسيقية حول القضايا المطروحة المدرجة ضمن الحوار الوطني هذا ويناقش صالون تنسيقية شباب الأحزاب عددا من المحاور أبرزها كيف سهمت الدولة في دعم العمالة غير المنتظمة ومطالب العمالة غير المنتظمة في قانون العمل الجديد قالت وزارة الدفاع أن ثلاثة عسكريين قتلوا نتيجة سقوط حطام طائرة مسيرة أوكرانية على قاعدة عسكرية في منطقة ساراتوفا روسية وأضافت الدفاع الروسية أنه تم إسقاط الطائرة على ارتفاع منقفد أثناء اقترابها من مطار إنجلز العسكري في منطقة ساراتوف مشيرة إلى أنه نتيجة لسقوط حطاب الطائرة أصيب ثلاثة جنود روس من الطاقم الفني كانوا في المطار بجروح قاتلة وأضافت الوزارة أن معدات الطيران لم تضطرر قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دمتري مدفديف إن العالم على شفا حرب عالمية ثالثة وكارثة نووية وأكد مدفديف أن موسكو ستبذل قصارى جهتها لمنع هذه الحرب وتلك الكارثة مشيرا إلى أنه إذا لم تحصل روسيا على ضمانات تناسبها فسيستمر التوتر إلى أجل غير مسمى قالنا حلف شمال الأطلسية نيتو أن رصاصا أطلق بالقرب من دورية تابعة للحلف في الجزء الشمالي من كوسوفو وقالت بعثة الحلف في بيان لها أن أحدا لم يصب بأذن جراء إطلاق النار في الجزء الشمالي حيث يقيم الصرب المحليون حواجز على الطرق لمنع الشرطة من بشتينة من القيام بدوريات في المنطقة التي شابتها توطرات في الأشهر الأخيرة لقي 31 أمريكيا مصرعهم جراء العاصفة الشتوية المستمرة منذ أيام شرق الولايات المتحدة وتسببت العاصفة الثلجية بمحاصرة بعض المدن الأمريكية مع عدم تمكن أجهزة طوارئ من الوصول إلى المناطق شديدة التضرر وقالت السلطات الأمريكية أن التلوجة وصل ارتفاعها إلى ثمانية أقدام أمام أبواب المنازل بالإضافة لانقطاع الطيار الكهربائي ما جعل درجات الحرارة الباردة مهددتان للحياة مشاهدين انتهى مجازة ثمنة وعودة لاستكمال باقي فقرات برنامج صباح الخير يمصر